فيه امنية انت حاليا ما خد طريق وعم تسعى الى تحقيقها للبعض منكم رح يكون بالمجال العملي ولبعض منكم رح يكون بالمجال العاطفي ولكن بما انه القراءة عاطفية فيه شخص انت عم شوفك فيه طريقك الى انك بدك توصل لهالشخص بدك تقابل هالشخص بدك تحكي مع هالشخص او حتى ممكن عم تستنى مبادرة او رسالة من الشخص اللي عم تتعامل معه بالنسبة لطاقة حبيبك او طاقة شريكك عم شوفوا ممكن الابراج اللي عم تتعامل معها ممكن تكون ابراج نارية ممكن يكون برج الحمل برج الاسد الغالبية ابراج نارية او ترابية بس ممكن يكون اي برج اخر لكن طاقة الحبيب اللي عم تتعامل معه عم شوفوا عم يطلع عليك من بعيد او عم يراقب الوضع والعلاقة بينكم من بعيد ما عم شوفوا عم ياخد اي خطوة حالياً بانه يتقدم نحوك او جهتك لانه العامل المشترك اللي بينكم انه في طرف منكم رافض عرض حب او رافض التواصل اللي عم بيصير بينكم فيه resistance او فيه طاقة صد او طاقة رد بينكم الاثنين فعم شوف انت الاشي اللي عم تحس فيها مش عم تحكي فيها ايضاً الشخص اللي عم تتعامل معه ايضاً مش عم يحكي بحقيقة مشاعره وعم يراقبك من بعيد نظرته الى العلاقة ممكن تكون نظرة very authoritative او كتير مثل نظرة عمل او business او نظرة كتير حادة نظرة كتير قاسة يعني الشخص عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة وعلى التفاصيل الصغيرة بشخصيتك ايضاً يعني ممكن يكون ممكن يكون فيه ايضاً مش فقط ناري برجة ممكن يكون ناري وترابي يعني بالخارطة الفلكية عنده فيش اشي ترابي لانه الابراجة الترابية بتركز على التفاصيل الصغيرة كتير ايضاً عم يشوف الشخص انه افضل طريقة لحل الامور بينكم حالياً او افضل خطوة لاتخاذ القرار بينكم حالياً انه هو يمشي او ما يتخذ قرار او فقط observing او يراقبك انت يراقب تصرفاتك انت افعالك انت لحتى يعرف ياخد قرار ايضاً اذا كنت انت من النوع العصبي او متقلب معه هالشخص عم يحاول انه يحتويك او يحتوي العلاقة ممكن ايضاً عم يحاول يسيطر على غضبه على تهوره او الطاقة النارية اللي فيه عم شوفه كتير عم يحاول انه يكتم هالطاقة او يتحكم في غضبه بالنسبة لخطواتك في المستقبل يا برج الميزان عم شوفك كتير مصمم بشأن شخص ما او بشأن العلاقة اللي بينكم في عندك نية بالمستقبل تحط مجهود بالشغل ولكن بطريقك بالمستقبل رح يكون فيه فيه نزاع ومشاحنات سواء كان معها الشخص او سواء كان بالدائرة المحيطة فيكم لانه فيه منافسة هون يعني ممكن يكون فيه بينك وبين الشخص ايضاً منافسة ممكن انتو الاثنين لانه عندك كينغ هون وعندك ملك ايضاً هون فالشخصيتين هدول شخصية قوية شخصية متحكمة شخصية متسلطة فعم شوف ممكن بينكم يكون فيه صراع على السلطة انت بدك تثبت لهالشخص انه انت قادر على اتخاذ قرارات حاسمة صارمة ممكن ايضاً انت اللي لبعض منكم اللي مش عم يتواصل مع هالشخص ممكن انت اللي تركت العلاقة او انفصلت عن هالشخص لحتى تثبت وجهة نظر معينة مع انك بتعرف انه الوضع او الاختيار اللي اخترته بيتطلب منك مجهود كتير عالي وبيتطلب منك صبر ايضاً كتير عالي لانه هالمرة عم تزرع يعني من الصفر فالوضع بيتطلب منك وقت كتير عالي ولكن انت مستعد انك تحط هالمجهود ممكن يكون باتخاذ القرار انك انفصلت عنه فقط لتثبت لهالشخص انه انت قادر على مواجهة المنافسة او قادر على انك تتحدى هالشخص وجه لوجهه بالنسبة لتعقد حبيبك في المستقبل حبيبك عم يستنى خبر منك عم يستنى تواصل معك او معك لانه بتحكي على عم يستنى خبر منك او عم يستنى هالشخص رسالة منك ايضا هالشخص بده تكمله بالعلاقة او بده يوصل الى نهاية او حل بالعلاقة او بده يختار قرار او اختيار بالعلاقة اذا في بينكم بعد بالمسافات انت في بلد هو في بلد اخر لانه هالكرتين بيوضحوا نفس المعلومة هالشخص بده هاد سايكل او هاد دورة توصل الى اكتمال يعني بده امشوف ايضا ثاقة المشتركة اللي بينكم اسوف وانس يعني هالشخص بيطمح الى بداية جديدة بعلاقتكم بدي اوضح فقط الشخص الاخر هو هال عم ينتظر يعني هو عم شوفه مش ناوي ياخد قرار بالنسبة للمنفصلين حاليا او اللي مش عم يحكو مع بعض حاليا ما عم شوف هالشخص عم راح ياخد قرار ولكن عم شوفه عم يستنى خبر منك ممكن ايضا هالشخص يكون هو الشخص اللي انت مخطط او ناوي تروح لعنده او تروح في طريقه لانه انت في طريقك بدك تروح الى حلم او الى امنية انت بدك تحققها شخص انت بتعتبره وش بتعتبره امنية فبننا نشوف هالشخص الجوجمنت هون القرار هو راح يوصل الى اتخاذ قرار بس انا بدي اوضح شو هو القرار اللي راح يتخده هالشخص عم شوف لسه بقراره حتى ايضا بكروت التوضيح انه هو عم ياخد قرار بالصمت او عم ياخد قرار بانه يتمسك بموقف معين هالشخص ممكن ايضا عم تتعامل مع برج العذراء انه هالكرت بيتبع برج العذراء او برج ناري والبرج الناري الشخص اللي عم تتعامل معهم بي انه هو شخص عنيد لانه في نقطه هو متمسك فيها ومش مستعد بالمرة يعني يغير قراره او يتنازل عن كرامته او يتنازل عن اختياره الى انه هالكرت نفس هالكرت الى انه مستني خبر منك مستني اشي منك مستني ردة فعل منك رسالة خبر ولكن هو مش مستعد انه هو اللي يكون بالمبادرة الاولى او بالخطوة الاولى ولكن في عقله الباطني هالشخص بيتمنى الى بداية جديدة معك ممكن ايضا لانه مباين اوكي فمتل ما حكيت لك يعني هاي بدايات جديدة ايضا ممكن تكون شخص عفوي علاقة عفوية تواصل عفوي فهالشخص بيريد هالاشي بده هالاشي منك بتوقع طاقة الريزستنس عم تيجي اكتر منك انت من برج الميزان عم تيجي اكتر منك لانه ذكرت النصيحة وايضا الطاقة اللي محيطة فيك انت اللي اكتر عم حسك عم تفل او عم تبعد او او مستعد انه تعمل المستحيل لشان تثبت وجهة نظر معينة ايضا ممكن تكون انت متناقض بشأن شخصين او بشأن شيئين ولسه ما خطرت او ما وصلت الى قرار نهائي او عم تشوف انه انت ممكن تكون محتار ايضا بين نقطتين نقطة انك تخلي العلاقة مع هالشخص عفوية او انه بدك العلاقة تكون جدية لانه مش واضح عندي انت هون شو بدك يعني فيه فقط او فيه خيبة امل انه الوضع العاطف في بينك وبين هالشخص ولكن ممكن تكون انت متناقض بين هالفكرتين ممكن يكون فيه جانب منك بده العلاقة تكون سموذ ويزي جوين وبسيطة وفيه جانب اخر منك بده العلاقة تكون جدية اكتر فممكن او انتو الاثنين لانه طاقة مشتركة فممكن انتو فيه حيرة وتناقض من امركم انه او فيه حتى خوف ممكن او توتر او قلق من انه اذا اذا ممكن تكونوا انتو اصدقاء ففيه خوف من انه اذا تطورت العلاقة بينكم او اذا عطيت مجال للعلاقة انه تكون جدية انه ممكن تخرب الاشيه الاخرى اللي بينكم ممكن تخرب الصداقة اللي بينكم او ممكن اذا اذا فشلت العلاقة الجدية ممكن انه يعني تخسرها الشخص او هو يخسرك الى الابد ففيه خوف من هالناحية فيه تشوش من هالناحية فيه عدم القدرة على الاختيار بين انه العلاقة تكون عفوية او تكون جدية مش مبين انه فيه تواصل بالفترة القريبة هاي يعني بها الشهر ولكن الطاقات دائما تتغير يعني على حسب تصرفاتك انت على حسب اختياراتك انت بتتغير ولكن بالطاقات الظاهرة عندي مبين انه انتو الاثنين حاليا فيه فترة اختيار لقرار معين او فيه مفترق طريق انتو هالشخص مفترق طريق انو ممكن هالشهر رح تخدوه فيه شوية عزلة او انفصال على بعض لانو عم شوف هالشخص ايضا لا تنسى انو كرت ذا هيرمت شخص عم يبحث على تنوير تنوير الذاتي وتنوير الروحاني فهالشخص ممكن عم يلجأ حاليا ايضا مثلك ممكن يكون عم يلجأ الى التاروت ممكن يكون عم يلجأ الى الابراج او اي اشي يخص او يخص الروحانيات فهالشخص حاليا عم شوف هذا هو طريقه سواء كنتو مع بعض او مش مع بعض انتو وهو حاليا في فترة اكتشاف الذات اكثر تنوير النفس اكثر الذات انو انت هم تبحث على امنية معينة اوكي فهالشهر ما مشو فيه تواصل سريع رح يصير ولكن انتو حاليا في رح يكون هالشهر فترة يعني او وقت مستقطع لحتى انت تعرف ترتب امورك بخصوص التشويش اللي عم تمروا فيه بخصوص العلاقة لحتى توصلوا الى قرار ايضا هالشخص عم يفكر فالطاقة مبين انو رح تكون لسا سمود لسا هادية ما رح يصير اي في اي تغيرات مفاجئة اوكي حبايبي برج الميزان وتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت القراءة لا تنسى تحط لي لايك وكمنت شير وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا 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 شكرا